ترجمة نانسي قنقر بانطلاق سباق جائزة رولكس لصخير الكبرى للفورميلة ون بين الرابع والسادس من ديسمبر الجاري ويقتصر الحضور الجماهيري على عوائل العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى في البحرين عرفانا لجهودهم في مواجهة جائحة كورونا وانطلاقا من دور وزارة الداخلية والتزام الإدارات المعنية بأداء واجباتها في تنظيم وتأمين السباق والذي يمثل قصة نجاح بحرينية إضافية تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمنية تنفيذا للخطط الموضوعة سلفا من أجل المساهمة الفاعلة في إنجاح البطولة مديرية الشرطة المحافظة الجنوبية مستمرة بتقديم الخدمات الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاقتصاص في تنظيم سباق الفورميلوان في حلبة البحرين الدولية وذلك من خلال توزيع الدوريات العامة على الطرقات العامة والفرعية لحلبة البحرين الدولية وتم تجهيز قرفة لتلقي البلاغ في الساحة الرئيسية لحلبة البحرين وأيضا تم الاشتراك في قرفة العمليات الرئيسية في حلبة البحرين لسهولة التنسيق والاستجابة لأي حدث خلال قيام السباق في حلبة البحرين الدولية ما زالت الجهود مستمرة وذلك من قبل السباق الماضي وإن شاء الله لحين انتهاء الفاعلية وذلك من خلال تواجد آليات الدفاع المدني والمرتب المشارك حلبة البحرين وذلك لضمان عدم نشوب لسمح الله الحريق أو الحوادث سواء إذا كان داخل المضمار أو حتى المباني حلبة البحرين إضافة إلى وجود الإسنان من المراكز الدفاع المدني الأقرب جغرافيا وذلك كلها للوقوف على الجاهزية وسرعة الاستجابة وإن شاء الله لتأكل وصول مستوى أفضل بصورة احترافية قيادة طينا الشرطة مستمرة في عملية تأمين حلبة البحرين الدولية وذلك عن طريق التأمين الجوي والتواجد في غفة عمليات الرئيسية للحلبة ومن ناحية السلامة العامة توجد طائرة طبي وطاقم طبي لإحال الضراء لسمح الله وتثبت مملكة البحرين وبكل جدارة أنها دائما على قدر التحدي في تنظيم سباق الفورميلوان والذي نجح بكل المقاييس رغم ظروف وتداعيات كورونا الأمر الذي يعزز قدرة البحرين وخبراتها في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر